اشهد رئيس الاوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح بالكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال ترأس جلالته الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء حيث أكدت التوجيهات السامية أهمية مواصلة الجهود المساندة من كافة أفراد المجتمع وتقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار الوباء ونوها رئيس الاوقاف الجعفرية في هذا الصدد بإشادة صاحب الجلال أهل عاهل المفدى بالإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية وبالتعاون الاستثنائي الذي أظهره شعب مملكة البحرين العزيز مع المؤسسات الحكومية التي عملت بأقصى طاقات الجاهزية في مواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا وأكد الصالح أن توجيهات جلالة الملك المفدى المستمرة ومتبعته المتواصلة ودعمه اللامحدود وتقديره البالغ لجهود كافة الوزرات وعموم المجتمع هي صمام الأمان للبحرين لتجاوز الظروف الصحية الراهنة بعزيمة وثبات وتمثل أكبر مساندة للجهود الكبيرة والاستثنائية لمواجهة هذه الجائحة من خلال ما شاهدناه من عمل وطني مخلص ومتواصل ترجمة نانسي قنقر